أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن ميثاق العمل الوطني رسم ملامح العمل الديمقراطي في مملكة البحرين وأسس لبنية تشريعية صلبة في مملكة البحرين وأشار سعادته إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ساهم بشكل كبير في إحراز العديد من الإنجازات الوطنية الكبرى على الصعيد التشريعي بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة العمل الوطني أساس من الأسس الدستورية التي بنت عليه المرحلة التالية تصويت 98.4 من شعب البحرين لصالح الميثاق وما نتج عن من تعديل في الدستور بمجلسيه في الصد التشريعي بمجلسيها بالإضافة طبعا إلى ما تم من مؤسسات دستورية أخرى لاحقة هذا ما ممكن نقول له الأساس أنه بناء عليه كل تطور عقب التصويت على ميثاق العمل الوطني فما نراه اليوم الحمد لله من حراك بررماني نيابي سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى هو النتاج الأصيل والنتاج الأهم في قضية التصويت على ميثاق العمل الوطني بإرادة الشعب الحرة وبأغلبية كما قلت تصل إلى 98.4 قرر الشعب أن تكون هذه السلطة التشريعية المستقبلية بفضل الله سبحانه وتعالى نرى ثبات هذه التجربة يعني حاليا مضى عليها أقل من 20 سنة لكن في ثبات في العمل البرلماني سواء من جانب السلطة التشريعية أو من جانب السلطة التنفيذية كل ذلك طبعا يصب في مصلحة استقرار البلد يكون استقرار الأمني، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار المالي وغيرها من أنواع الاستقرار التي تثمر إيجابا في صالح المواطن